السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا لحلقة 17 في شهر 10 سوف نترقل العديد من الأخبار وسوف نترقل في أول فقرة للتقرير الرسمي في الكاريتس اللي تعلن فيه للأرقام حول الفقر والناس اللي في إيطاليا تعيش واحد الفقر مطلق كنت تكلموا على خمسة المليون ونص ديال المواطنين واللي بطبيعة لإخوان النسبة ترتفع كثيرا ما بين المهاجرين سوف نرى ما هو الخط ديال الفقر ما حال يجبك تربح هنا في إيطاليا لكي لا تعتبر فقير وبطبيعة النسبة ديال الفقراء المهاجرين وسوف نترقل يا إخوان كذلك الرانسي اللي كيتمنى من جورجا ميلوني أنها تلغي دخل المواطنة سريعا في قانون الميزاني لغدار من هنا إلى شهر 12 سوف نتكلموا كذلك على صلح في اليامين الإيطالي ومقترح حول التقاعد لأنه جورجا ميلوني بغت ترجع التقاعد وهذا عير مقترح سوف نرى ما يطبقه لله على السن ديال 58 سنة رجالا ونساء سوف نتكلموا على هذا المقترح سوف نتكلموا على المقترح ديال السارفيني فيما يخص تقاعد وكذلك الفاكسورة ديال الغاز دائما في نفس الفقرة سوف نتكلف أقل في الأشهر القادمة إن شاء الله وعلى الأقل في شهر 10 سوف نتكلفنا أقل وهذا شيء يا إخوان بواحد نسبة كبيرة سوف نشرح لكم الأسباب سوف نتكلموا كذلك على الحرب الروسية على أوكراينا وكين أخبار جد مهمة خصوصا أنه اليوم كان وحد القصف عنيف من الروسيين على أوكراينا باش انتاقموا من القصف الأوكراني اللي كان على وحد المنطقة روسية واللي بطبيعة الحال تم الاستهداف لمنصات ديال الطاقة خصوصا ديال توليد الطاقة الكهربائية والمئات ديال بلدية الأوكرانية بدون كهرباء حاليا وتم الاستعمال في هاد القصف درونات انتحارية إيرانية سوف نتكلم لكم عليها علشت شهرات بزاف والكلفة ديالها واش غادي تكون إمكاني أنه كذلك الكيان الصهيوني الإسرائيلي يدخل في هاد الحرب كذلك غانتكلموا على هاد الشي كامل كيف ما غانتكلموا على العنصرية اللي سعرض لها شاب مغربي عنده قل من 16 سنة في ملاعب كورة القدم اللي كان في شمال إيطاليا فالبروفينشا ديال ميلانو وكذلك مواطن مغربي اللي سبارك الله عليه إخوان فاز بنصف الماراتون ديال مدينة باليرمو والعمر دياله 55 سنة كيف ما غادي نتكلموا على المقتل ديال إيلاريا والاعتراف اللي كان من المواطن المغربي في الدقائق الأولى من نمشوا الكارابينياري شوفوا ما تكتب في الفيربالي ديال نيابة العامة كيف ما العادة كنبغي نشكركم جزيلا شكر على الدعم ديالكم للقناة والناس اللي ما مشاركاش اشتركوا باش بقوا توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقر يا إخوان غانتكلموا على التقرير الآخر تقرير حازين للغاية يتعلق بالفقر في إيطاليا نشراته اليوم الكاريتس واللي كيتكلم على نسبة الفقر في سنة 2021 بطبيعة الحال تقرير ياخد السنة الماضية مشي هات السنة لأنه هات السنة ما زال ما كملتش وخاصة تكمل ويكونوا عليها دراسات أما السنة اللي درسوها مزيان وخرجوا الأرقام ديالها اليوم هي سنة 2021 والأرقام الكاريتية اللي فيها والأرقام السوداء هي كالآتي خمسة المليون ونص ديال المواطنين اللي ساكنين هنا في إيطاليا يعيشون في فقر مطلق واللي بغي يعرف الفقر المطلق شنا هو يا غنوريكم واحد الجدول في اللخر اللي كيشرح لكم الخط ديال الفقر واللي كحدد يا إخوان هذاك الخط هي ليستات يعني مؤسسة رسمية ديال الدولة لم تخصف الإحصاءات والفقر المطلق يعني أنه الواحد ما كيقدرش يشري الأشياء يعني الأساسية دياله بعيدا على الناس اللي مثلا قدرت يعيش الحياة ديالها ولكن ما قدرش مثلا بشي السينيما ولا تخرج تشاكل ببيتزا الخارج ولا في الريستورا هذاك إخوان أشياء أخرى ولكننا كنتكلموا على ناس للأساسية ما قدرش أنه مشريوها أو ما كيوصلوش للأخر ديال الشهر طبيعي الحال تقرير أشنو تيقول بلا أنه العائلات لحاليا في إيطاليا في سنة 2021 تعيش في فقر مطلق هي مليون وتسعمية وستسين ألف عائلة يعني تقريبا جوش المليون ديال العائلة الإيطالية تعيش في فقر مطلق ومني تنقول إيطاليا ريعني اللي سكنة هنا فطاليا يقدروا يكونوا كذلك مهاجرين ما كنتكلمش على الجنسيات طبيعي الحال إن أردنا أن نرى الأرقام ديال الأفراد ماشي ديال العائلات أراها الأفراد يا إخوانك الآتي خمسة المليون وخمسمية وواحد وسبعين آلف شخص يعيشون في فقر مطلق أي بنسبة 9.4% يعني في كل عشرة مواطنين كي سكنوا هنا يفطاليا واحد فيهم يعيش فقر مطلق وهذا النسبة تقل في شمال إيطاليا كتوصل حتل 7.9% 7.7% ولكن في جنوب إيطاليا ترتفع إلى 10% في حين أنه النسبة ديال الفقر ترتفع جدا بين القاصرين 0 سنة إلى 18 سنة وهذا الشيء إخوانك يعني أنه 14% ديال القاصرين يعيشون في حالة فقر يعني مليون وربعمية ألف طفل وشاب ومراهق يعيشون في حالة فقر طبيعي الحال الرقم الآخر اللي كيدور في الخاطر بزاف هو الرقم اللي كيتعلق بالمهاجرين ما بين المهاجرين اللي سكنوا هنا في الطالية طولة ديالهم يعيش في فقر مطلق يعني 32.4% هاد الأرقام يا إخوان في سنة 2020 كانت 29.3% وحتف السنوات الماضية كانت تقريبا دائما طولة ديال المهاجرين يعيش في حالة فقر مطلق وحاجة اللي مع مرمضة سرطت لي يا إخوان فهذا الرقم هو أنه تم الاستغلال ديال بواحد طريقة بشعة من الحركة خمسة نجوم ومن لاليغا نورد ديال سالفيني لأنه الفترة اللي كانوا بغو يديروا دخل المواطنة كانوا كمشوا للساحات عند الإيطاليين ويقلوا عليهم الراكين خمسة المليون ديال الفقراء رخصننا ندرو هذا القانون وراه من الواجب ديالنا أن ندرو هذا القانون وولاد الحرام يا إخوان واصمحوا لي على هذا التعبير لأنه هو التعبير الوحيد صحيح لوقاي سيطلعوا للحكومة يا إخوان ويبغوا يدروا الدخل المواطنة كانوا كيتكلموا على حمسة المليون ديال الفقراء وفيها جوجة المليون ديالmadeين المهاجرين فقراء انداروا القانون وخرجوا المهاجرين من القانون يعني ولا هذك داخل المواطنة كنت تعطى على الإيطاليين ومن بعد داروا كذلك قوانين جد صعبة ومعقدة للمهاجرين باش يقدروا أنهم يستفدوا ولذلك كانوا كيتكلموا على خمسة المليون من بينها جوشة المليون دي الفقراء اللي هما يا مهاجرين اللي وخدروا داخل المواطنة ما قدرواش مساكن أنهم يستفدوا ولكن تم الاستغلال دي الأرقام ديانهم باش بشيوا يتكلموا على الإيطاليين في الساحات باش يتكلموا على الرقم ديال الخط ديال الفقر هنا في إيطاليا ليستات وهذه الوثيقة ديانهم باش يحدد الحالة ديال الفقر كي ياخد عدة أشياء بعيد الاعتبار أولا سن شخص كان في العائلة وكذلك المناطق دياله البلدية اللي سكن فيها واش بلدية كبيرة بلدية اللي عندها قل من خمسين ألف شخص بلدية اللي عندها حتى الخمسين ألف شخص يعني ما في مواصلهاش ولذلك واش كان في الشمال كان في الجنوب وعير باش ناخده مثال واحد شخص اللي هواية ساكن ببحده وعنده ما بين ثمنتاش وتتعده خمسين سنة وساكن في بلدية صغيرة ما واصلش الخمسين ألف شخص راح خص يكون عنده شمال إيطاليا سبعمائة وسسو ستين أورو إلا نزل تحتها يعتبر فقير كذلك في وسط إيطاليا سبعمائة وثلات وعشرين إلا نزل تحتها يعتبر فقير وفي جنوب إيطاليا أعير خمسين ستو سسو سبعين أورو إلا نزل تحتها يعتبر فقير وهذا الجدول يا إخوان قاسر ولكن على الأقل سأعطيكم فكرة شخص واحد في الإجمال بعيدا عن المناطق راحة سسس سمية وتسعة وعشرين أورو جوش دي الأشخاص آلف وتمنيه وعبعين ثلاثة دي الأشخاص آلف وتلتمية وعبع وتسعين أربعة دي الأشخاص آلف وتسعين خمسة الأشخاص 1992 إلى نزل الواحد تحت هذا الشيء كي تعتبر فاقير ولكن يأخذ بعيد الاعتبار مشاعر الدخل الدخل اللي عندك وجميع الأشياء والمساعدات وكذلك الشيء للأطفال وأي حاجة تدخل العائلة شهريا لذلك هذا هو اللي كيني إخوان فيما يخص آخر حاجة اللي هي مهمة سأتكلم عن التدخل يا إخوان ديال ريانسي اليوم لأنه الكاريتاش أشنه قالت الحكومة الحالية مني خرجت هذا التقرير قالت لهم ما تحيدش دخل المواطنة إلى حيث تدخل المواطنة غتولي الأزمة أكثر وهذا الأرقام غتولي كاريتية أصلاً هي كاريتية حالياً وما عمر إيطاليا ما وصلت مع عدد ديال الفقراء بحل ما هكا أصلاً باش نعطيكم فكرة أصح فالفين و السا الفقراء كانوا مليون واسمية وستين ألف يعني مليون ونص قريباً حالياً وصلنا لخمسات المليون ونص وهذا الأرقام ما عمرنا ما وصلنا لها في التاريخ ديال إيطاليا ولذلك قالوا لي إذا حيث تدخل المواطنة الأمور ستتأزم اليوم كانت تدخل رانسي وقال ليوم دخل المواطنة لها واحد الفاضيحة واحد الشوهة لأنه البوليس دي المدينة نابولي قدروا أنه مش دس 100 و 62 شخص ليهما يفور باتي ما كانش عندهم الحق في دخل المواطنة وكانوا كينصبوا على الدولة أخدامين ربما في النوار ولذلك فعام ونص قدروا أنهم يأخذوا للدولة 15 مليون دي الأورو يعني كل نهار الدولة كانت تسرق لها 27 ألف أورو وكل ساعة ألف ومية وثلاثة دي الأورو ولذلك رانسي تي طالب جورجا ميلوني قلب لأنه سونو كوريوزو سنرى جورجا ميلوني ستكون عندها الجرأة بش حيث تدخل المواطنة بيجى في القانون دي الميزانية دي هات السنة وهتشري منها صعب جدا يا إخوان صعب 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 للغاية خصوصا في هذه الأزمة الاقتصادية اللي كينا أنها تحيث تدخل المواطنة في هذا القانون دي الميزانية اللي شحل بقاليه بقاليه تقريبا شهر ونص ولذلك ربما حيثوا السنة القادمة أو المنتصف دي السنة القادمة ولكن إجماليا قانون الميزاني ما بقاليه والو باشي حيثوا دخل المواطنة حاليا بالنسبة لي أنا صعب بزاف والله أعلم هم ما شبغان يديره خصوصا أنهما دائما ما كيقولوا على ريوصهم مسيحيين أو كيف تاخروب المسيحية ديالهم نشوفوا هاد اليمين واشغي يسمع الواحد الجمعية مسيحية كبيرة بزاف ها هما يا إخوان من جديد في الجلسة ديال الصلح اللي دارو غانقول لكم أش نوقع فيها ولكن غنتكلمو كذلك على الغاز اللي غتكون فيه أخبار جد سارة للعائلات التمن ديالو غدي ينزل في البوليطات القادمة وكذلك غدي نتكلمو على التقاعد للبارح خصص لي حلقة يا إخوان واحد فقرة مطولة وتكلمي على السن اللي كيخرج فيه الواحد تقاعد هنا في إيطاليا اليامي الإيطالي بجورجا ميلوني وكذلك سالفيني دايجا كيفكروا يا إخوان باش أنه منزلوا السن ديالتقاعد لـ 58 سنة غنقول لكم جميع التفاصيل لأنه حتى النقابات ممتافقشي إخوان مع هذا القانون لكن هو أنه اليوم جورجا ميلوني طلاقات مع سيلفي برلوسكوني فين طلاقاو؟ طلاقاو في المقر ديال فراتيلي لإيطاليا اللي معمر سيلفي برلوسكوني ممشاليه احتروا وقيت اللي كاني إخوان محالف مع فيني والناس اللي قديمة هنا في إيطاليا وكانت متبع السياسر غادي تكون عاقل علي المهم اللي كاني إخوان هو أنه الأول مرة غادي تنقل هذا المقر غايمشي لعندها وغادي تلاقاو غادي تكلموا تقريبا كثير من ساعة وآمام المقر ما تقدروش تخيلوش حل عدد الصحفي اللي كان ربما بالمئات ولذلك من يطلاقاو خرجوا تشوي واحد ما تكلم ولكن دقائق قليلة من بعد نشروا واحد البيان مشارك مبيناتهم وقالوا بلا أنه كان واحد اللي قاء مزيان وبلا أنه اليمين وهذا هو اللي سيطرعيه وبلا أنه اليمين نهار اللي عايت لمسارجو مطاريلا يعني نهار الخامس الجاي باش يستقبلهم ويعطي المهام ديالتشكيل الحكومة لواحد السيد غادي يمشي وهم كيمين محالفين يعني بخلاف ما كان كيروش في الصحف الإيطالية ربما أنه سيلفي برسكوني بعد المشاكل اللي ناضح غادي يبشي ببوحد وما غادي يبشيش مع جورجا ميلوني قال لك اللي غا نمشي مش شركين باش نتكلموا مع مطاريلا وتقريبا يا إخوان حيث الأغلبية واضحة في هذه الحالة مطاريلا نهار الجمعة على أقصص قدير غاية لجورجا ميلوني وغادي يعطيها المهام ديال أنها تشكل حكومة إيطالية وضيجة حالين راكي تفاهموا عليها وحتى هات الشي كذلك كتبو سيلفي برلوسكوني قال لك حنا قد نكونوا واحد الحكومة اللي غا يكون واحد الحكومة قوية بطبيعة الحال كذلك يوم كان اللقاء ما بين سالفيني و جورجا تي حول طاولة اللقاء اللي كان عندهم كذلك القانون ديال التقاعد علاش لأنه التقاعد هنا في إيطاليا أراكم عارفين كيف تتعطي إخوان إذا كانت عندك 42 سنة و 10 شهور ديال الكنتريبوتي أو أنه توصل 67 سنة وحيث كينيني إخوان بعد تخريجات اللي كتقدر تخرجك من التقاعد قبل مثلا لا بي سوشالي الناس اللي خدام من واحد الخدمة اللي هي خيبة شوية ممكن تكلمون مثلا عن الناس اللي خدام في البناء أو سائقي الشاحنات أو للمعلمات ديالازيلونيدو وواحد القطاعات كثيرة هذو يخرجوا التقاعد قبل لأنه كتتعتبر واحد الخدمة اللي هي شاقة وخصم على الأقل 31-36 عام ديال كونتريبوتي على حساب القطاعات يقدر يخرج تقاعد ولكن جميع هذو الاختيارات والتخريجات اللي تقدر تخرجك تقاعد قبل ستتسالي نهر 31 في شهر 12 جيل 2022 يعني لأخذي لها السنة خصم يمدوها يدروا قوانين جديدة ومن بين القوانين اللي يفكر هو أنه هذو اوبتسيوني دونة لإمكانية التي تعطى النساء أنهم يخرجوا تقاعد ابتداء من السن 58 وخمسين سنة كين إمكانية يعطيوها كذلك للرجال يعني غادي يكون واحد القانون باش تعطى إمكانية للرجال اللي عندهم 58 وخمسين سنة ولكن جامعين 35 سنة ديال الكنتريبوتي غادي تعطى إمكانية أنهم يخرجوا تقاعد إلى بغاية وطبيعة الحال ولكن ستسمح في واحد القيمة كبيرة ديال الشيك يخرج بعيدا على السن دياله واللي حاليا رأيها 42 وعشر شهور بالنسبة للرجال و41 سنة وعشر شهور بالنسبة للنيسا ولذلك سنقص عليهم على الأقل واحد العام عام ونص في حين أنه الكلفة ديال هات الشيء الكلفة اللي غادي تكون عاد إيطاليا ديال هاد العام فيما يخص تقاعدات رأيها 297 مليار ديال الأورو إلا داروا هاد القوانين في سنة 2023 هاد القيمة غادي ترتافع 320 مليار ديال الأورو وفي سنة 2025 غادي ترتافع 350 مليار ديال الأورو يعني غاي يكلفهم بزاف ووش غاي قدروا يديروا هاد القوانين او لا إحنا غادي نشوف حاجة أخرى اللي كتكلم عليها ولي الأشياء اللي نقدر نقول لكم هو أنه 8 غاز سنزل ب 1 درجة كبيرة في هاد الأيام كنت تكلم على اليوم مثلا 8 غاز سنزل 137 أورو على المستوى ديال أمستردم البورصة اللي كدول فيها الغاز سما بكترة ولذلك إذا نشوف الأرقام ديال إيطاليا سنزل 315 أورو الميجاوات في الساعة اللي كانت في الأخر ديال شهر 8 ليوم ره 80 أورو الميجاوات في الساعة ولذلك 8 اللي سنخلص به الغاز سنزل إخوان هذا الثاني ما يبقى اعتمد على أمستردام هاد شي قالت آخر من رأي إخوان طرقنا الخبر سنزل السوق الإيطالي والسوق الإيطالي اليوم الغاز في 80 في الثاني بطبيق حال مستحيل يعرف أنه هذا الشهر لا يسهل وكذلك لأنه صعيب أنك تعرف أشان سيقع من هنا للقدام خصوصا أنه كان الحرب كان عدة أشياء جديدة في الحرب ولذلك سننزل حتى اللخر الشهر يومين من بعد سننزل الغاز للمواطنين الإيطاليين في شهر 10 يعني لا نعرف سنسهل سنننزل حتى شهر 11 سنننزل سنننزل سهل ولكن سنننزل أقل من الأشهر الماضية ولذلك سنننزل في البليطة إن شاء الله من الأشياء التي خلت أنه الغاز ينزل الغاز سنننزل ما هي الأول حاجة أنه ستوكاج الدول الأوروبية عامر يعني لا يبقى عندهم أين يضع الغاز يستعمل لأن ستوكاج ويزيد عمره ولكن الطالب يقل بزاف هات شعل تمنزل هذه أول حاجة ثاني حاجة هو أنه كان ريش السيوني جاية يعني ركوض اقتصادي تراجع اقتصادي سيكون وراء أو تراجع في الصناعة وهات الشعل لا يوجد طالب من الشركات والتمنزل آخر حاجة ينطرق لها فيما يخص الغاز الاتفاق اللي وصلوا ليه الدول الاتحاد الأوروبي وكنت تكلموا على اتفاق مبدئي يعني واحد البوطسة اللي خرجات ولكن غير رسمية ما زال خاصوا مطلقا ويصوتوا عليها هذه السادس واللي رسمية والأشياء المهمة لتافقوا عليها فهي كالآتي أول حاجة ما يكون سقف سعر الغاز كيف ما كان إيطاليا ولكن سيكون سقف سعر الغاز بطريقة ديناميكية ديناميكو يعني سيكون متحرك مثلا لا يقول الغاز لا يجب يفوت مئة أورو الميجاوات في الساعة ولكن يقول لك ربما يقدر يتحرك بين 95 و 115 و يقدر الغاز يلعب بين هذا جوج الأتمينة ولكن كين تحديد لحد الأقصى و الأدنى ولكن لا يضع الرقم كحد أقصى هو الذي سيتحكم في الثمن الغاز بطبيعة هذا الإمكاني سيكون عير إمكانية محددة لكي يدر هذا الثقف الثمن الغاز المتحرك أقصى مدة هي التشر و كيف ما قال الأتحاد الأوروبي اليوم إذا كانت الأجواء كيف ما هي اليوم 8 130 ميجاوات في الساعة هذا المكانيزم لا يدخل أصلا في الاستعمال ثاني وهي الإمكانية شراء الغاز كيف ما كان فيما يخص الجلبة يعني الجلبة الاتحاد الأوروبي يشراها كوحد المؤسسة وهو وزع من بعض لجميع الدول الاتحاد الأوروبي بالتساوي على حسب المواطنين الذين ساكلين عندهم ده بحرين يفكروا أنه الاتحاد الأوروبي لا تبقى لا يجب أن يشاره الكمية كبيرة الغاز ستكون عنده قوة كبيرة فهذه الان يقدر ينزل الثمان الغاز يتوى عليه وهذا الشيء ربما دول صغيرة لا تستطيع تستطيع إمكانية وإلزامي أنها تشاري بها الطريقة 15% على الأقل الغاز يتسهلك على المستوى الاتحاد الأوروبي 100% غاز سيشاري الاتحاد 100% ولكن على الأقل 15% سيشاري على المستوى المؤسسة الاتحاد الأوروبي التي تشاري كل شيء في حين آخر نقطة وهي الثالثة هو التضامن يعني دول الأوروبا إلا دولة كانت في الأزمة سيكون التضامن الدول الاتحاد الأوروبي ويزودوها بالطاقة التي محتاجها مثلا فرنسا لا يوجد إيطاليا ما تدخل وتضامن معها وتصفت لها الغاز وخة إيطاليا براسها رقص الغاز وتقلب عليه سنرى هذه الاتفاقات حتى ستصلي أنه ماشي جميع السياسيين متعافقا معها كان الاتفاق على المستوى الدول ولكن هنا في السياسة في إيطاليا يقول كل هذه الاتفاقات رغم مزيان ويجعل تحسين ونرى ما يوقع هذا عير اتفاق مبدأي ليس رسمي فيما السيدة العقلت عليها هي السيندكا التي رفضت أنها تعطي الجنسية للمواطن المغربي لأنه لا يعرف يقرأ اللغة الإيطالية وطب رجعت كلمة مع الصحف وقالت بأنه يجب احترام القوانين وخصوصا أنه القانون الذي يقول يجب لديك اللغة الإيطالية 2018 لماذا اليوم سأعطي الجنسية لشخص لا يعرف اللغة الإيطالية لذلك خاص هذا القانون يكون سار المفعول لجميع الناس وزادت قالت كذلك الناس التي تقول لك أنا لا يجب ندخل القانون لا يجب لأن المراقبة من الكويتسورة ومن البرفيتورة قالت لماذا سنقوم بإمضاء لها لتحت ونأخذ مسؤولية لها طبي يتحالي إخوانية تحاول تبرد على نفسها ولكن الحاجة التي بغيت نقول فهذا القادية هو أن أنه سار مليل غاية نهار الخميس مواطن مصري عنده 52 سنة مشاء لتزوج في البلدية ديالها يعني تخيلوا معايا واحد ماشي باشي تزوج ربما ياخوان باشي ياخذ الوراق ولا شيء من هذا القبيل ولكن تخيلوا معايا إخوان السيناريو يقدر يكون كذلك زواج حقيقي ماشي باشي تزوج في البلدية ديالها هاتش نهار الخميس غاية البوليس غاية لعليه بحث غاية القوم لأنه عنده وحد الطرد وغاية زوه دير إخوان من هذيك البلدية غاية ديه اللودي باشي يدير ليه الطرد الإجباري ولذلك لكم أن تتخيلوا لقدر الواحد يباعد من هاد السيندكا ومن هاد البلدية راه أحسن له خبر آخر يطرقت للصحف الوطنية الإيطالية من بينها الفاتو كوتوديانو وكذلك الكوريا هي مقابلة ديال الكرة القدم اللي كانت يوم الأحد واللي كانوا مشاركين فيها جوج ديال الفرقات الفرقة اللي هي التيران ديالها ديال غالراتي والفرقة اللي مشات كضيفة هي فرقة اللي كان من الأحياء ديال بوسطو أرتسيتسيو كنت تكلمو يا إخوان على شمال إيطاليا بالقرب مدينة ميلانو واللي وقع هو أنه الفريق اللي هو ضيف على المقابلة كان خاسر وكيلعف الصفف دياله مواطن مغربي كان خاسر بتلسل واحد والمدرب ديال الفرقة اللي هي الأرض ديالها واللي كان ترابح بتلسل واحد غاي يعيط بواحد الاسم عنصوري غايقول ليه نيغريتو نيغريتو اللي بغن نترجمه بحل يقال ليك حل بواحد اللغة يا إخوان عنصورية ولهذا الفريق دياله يا إخوان الشكا تمترض المدرب ولكن هاتش ما كان كافي والفرقة يا إخوان خرجت من الملعب وما كملت المقابلة احتجاج يا إخوان على كيف هذا المدرب عيط الشاب المغربي اللي عنده قل من 16 سنة بطبيعة الحال قالوا كنت منه من أنه الفيدرالي ديال الكرة القادمة الإيطالية دخل على الخط وتعاقب هذا المدرب بطبيعة الحال قال لك ما كنت نضيرو هاتش باش ربحو في الورق المقابلة وخير بحونا في الورق المقابلة اللي كانوا خسر مثل الواحد قال لك غرف ضد القرار ولكن نحن المغاربة يستعملوا بعض المصطلحات اللي هي عنصرية ربما ما عندهم شسؤنية عير لأنهم يسمعوها كتزقال ويقولوها ويعتبروا أنه عادية ولكن رأى الناس اللي هما عندهم البشرة السوداء يعني هذيك الكلمة تضرهم في خاطرهم ولذلك من الأحسن أنه يتجنب استعمال كلمات بحل عزي خصوصا أنه كانت في المغرب حملة جمعيات المهاجرين في المغرب اللي كان الاسم ديالها ما اسم عزي جمال بل عزي ولذلك بزاف ديت ناس يستعملوها كأنه شيء عادي ولكن على الأقل الواحد يتفادى أنه يقولها وكين كلمة أخرى لما بعض الناس كتستعملها بحسنية يعني ما كتبغيش تعير بها ولكن رأى معيورة خيبة الكريمة خرجت من الملعادي لكرة القدم وما كملت الماتش وكالطالب باش أنه المدرب يتعاقب وكذلك كل التضامن مع هات الشاب المغربي في حين في خبر آخر كانت إخوان جلسة ديال نيابة العامة باش تقرر واشتلق الصراح ديال المواطن المغربي الطريق فيما يخص المقتل الإيلاريا ولكن قرروا أنه يحتفظوا به في السجن خصوصا أنه الإمكانية ذيال الهروب ذيال إمكانية كبيرة علاش لأنه لوقيت اللي بشي البوليس قال لك مني تخنا الدار لقينا واحد البورصة واحد الساكل اللي جمع فيه الأغراض الشخصية ذيال ربما كان كيفكر في الهروب والبوليس جاو يعني ربما هذا احتمال لأنه كان جمع ساكو حاجة أخرى مهمة هو أنه على حسب التقارير المكتوب في البربال نياب العام بروكورة جنرالي قال لك مني بوليس ميا الكارابينياري المواطن المغربي قال لهم أريستاطيمي أوتشيزوميا موليا شدوني راني قسلت الزوجة ديالي وطبي طيب هو حالي أنت يقول أنا راه ما قسلت شو راه عير وحد الحادث ولكن هاتش نمكتوب التقارير الرسمية ناهيك على هذا غادي الدار خبرة على ثلاثة الهواتف الهاتف ديال الزوجة الهاتف ديال الزوج وهاتف اللي ثالث عندهم في المنزل ولذلك باش يعرفوا المكالمات الأخرى اللي الدار تلمن ووقتاش وكيفاش واشنود قال لقدروا أنهم يلقوا شي أذلة حاجة 800 أطليطة 800 عداء اللي فازبي هو مواطن مغربي اسميته عبد الكريم بو ماليك واللي عنده 55 سنة ما شاء الله اللي يعطيه صحيحته جاه هو اللول وهنا الصور ديال يا اخوان غن نوريها لكم أثناء المصابقة يعني هذا خبري اخوان اللي اعطاته العديد من الصحف الإيطالية وهذه الصور فشوصلي اخوان الخطل ووصول وهنا لإحتفال دياله مع بعض العدائين ولذلك ما شاء الله علي والله يعطيه صحيح فهذه الفقرة سنتكلم على الجديد الحرب الروسية في أوكراينا لأنه اليوم وقع أشياء جد مهمة خصوصا أنه نقدر نتكلم على الدخول ديال إيران في الحرب بطريقة غير مباشرة وكين كلام على أنه كين إمكانية إحتى الكيان الصهيوني الإسرائيلي يشارك في هذه الحرب بطبيعة الحال كنتكلم على أنه اليوم كان القصف جد شارس من روسيا على عدة مدن أوكرانية من بينها العاصمة كييف وتم الاستعمال درونات كاميكاز درونات متفجرة التي تحدد له الهدف وكتفشي تدرب لهدف وتتفرقع تكون محملة بالمتفجرات وتتفرقع ديالها شاهد 137 وهذه هي الصور ديالها معروفة بالنجاح ديالها وكتستعملها إيران ضد السعودية في الحرب اللي كتشنها على اليمن وفجروا بها عدة منصات ديال بيترول اللي كينا في السعودية كذلك تم استعمال ديالها ضد صفن إسرائيلية وبطبيعة الحال هاد درونات راكتقدر أنها تسافر للمسافة ديال الفين كيلومتر ويتم تحكم بها عن بعد والنجاح ديالها أساسا كيجي لأنه الكلفة ديالها قليلة وقليلة بززاف بطبيعة الحال كتدير كذلك واحد الضاجيج وكان فيديو مواطنين الأوكراني اللي كينا كيصوروها بحال ديال من فوق كوحد الصنطروة يعني بحال ديال من فوق كوحد الموطور كتدير ضاجيج كبير والجي بيس اللي فيها راه شابي بواحد درجة كبيرة بالجي بيس اللي عدنا في الهواتف ديالنا ولذلك الأشياء اللي كيتم الاستعمال ديال في تصنيع ديالها أشياء بسيطة الكلفة ديال قليلة وكين كلم على أنه إيران أعطات الروسيا حوالي ألف درون من هاد النوع حاليا الأوكرانيين كيطالبوا من الدول الغربية أنها تزودها بأسلحة اللي تقدر تقاوم بها الدرونات وتقدر تقاوم بها كذلك الصواريخ اللي كيتصافت لها روسيا قلنا بلا أنه ألمانيا صافت وحد النظام أمريكا بغى تصافت وحد النظام اللي يعني كي يقدر أنه يقاوم الضربات الجوية والطائرات وكين كذلك وحد الطلب من الأوكرانيين لإسرائيل باش أنها صافت لها النظام القبة الحديدية اللي مشهورة عندهم بزاف باش أنهم يقدروا يدافعوا على العاصمة ديالهم كيف إلا أنه الروسيين هدو قالوا الكين الصيوني إلا صفت أسليحة إلى أوكراينا كتعني أنه العلاقات الدبلوماسية ما بيناتنا غادي تحبس نهائيا ما غا تقتش علاقات دبلوماسية إسرائيل على حسب الأخبار اللي كاتتقال حاليا هو أن الصيفطات معلومات استخباراتية على هاد درونات للأوكرانيين باش قدروا أنهم يتلقوا لها والطريقة باش أنهم يحبسوها خصوصا أنه إسرائيل عنده وحد الخبرة كبيرة فيما يخص الدفاع وعندها كذلك تجربة مع هاد درونات بالتحديد ولذلك الأوكرانيين كيعانيوا مع هاد درونات خصوصا أنه الدرونات ناهيك على هذا من بين الأشياء الأخرى المهمة هو أن الاتحاد الأوروبي يتكلم على أن ستكون عقوبات ضد إيران بسبب هذه الدرونات التي تصيفت وهذا كلام دي الأورسول فوندور لاين يالله قالته هالدقائق الأخيرة في حين أنه مسؤول أوكراني يعني نائب الرئيس على ما أظن قبل أنه المسؤولية لا تسالي في العقوبات لأن إيران ستكون مسؤولة على القتل المواطنين أوكرانيين وآخر حاجة ممكن أن نطرق لها هو وزارة الخارجية الإيطالية التي تعلم جميع المواطنين حاليا في أوكراينا أن يستعمل جميع الوسائل سيارات واتران لتخرج من أوكراينا في أسرع الأوقات اليوم كان تبادل أسرع ما بالأوكرانيين والروسيين كنت تكلم عن 110 مع 110 يعني لم يكن فرق الأرقام أعطيني 110 سأعطيني 110 وكانوا كلهم نساء هذا كان في الجديد الحرب الروسي على أوكراينا